كم يبلغ عدد سكان ليبيا؟ قد يبدو الجواب سهلاً إذ لا يختلف كثير من المواطنين على أن التعداد في حدود 6 ملايين مواطن أما محافظ مصر في ليبيا المركزي أصدق الكبير فيقول إن هناك ارتباك ما بين مؤسسات الدولة في تحديد العدد الفعلي تتضارب البيانات الرسمية في تحديد التعداد السكاني والتي تتراوح إحصائياتها بين 6.5 إلى 7 ملايين مع إحصائية هيئة المعلومات التي تؤكد أن التعداد تجاوز 8 ملايين نسمة وفق تصريحات الصديق الكبير في اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الجدل حول منظومة الرقم الوطني ورصد شبه التزوير متجدد ومتكرر إذ سبق وانطالب المصرف المركزي بفتح تحقيق في شبهات تزوير المنظومة والتلاعب بالتعداد السكاني وهو ما أسال حينها قرارات الجهة المسؤولة دون الوصول إلى نتيجة حتمية وعلى ضوء هذه التداعيات بحث النائب العام الصديق الصور مع رئيسي ديوان المحاسبة ومصلحة الأحوال المدنية نتائج أعمال التحقق من سلامة البيانات المدرجة على قاعدة المصلحة والتدابير التي اتخذت حيال واقعة التزوير لا يتوقف الأمر عند النائب العام إذ أن الملف المعقد الذي يمس الأمن القومي خصوصا مع الانتخابات المنتظرة يبدو أنه حرك المياه الراكدة إذ كشفت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة عن البدء في مشروع لمنطابقة منظومة الأرقام الوطنية بالسجل الوطني بعد نحو عشرين يوما إضافة إلى إنشاء مركزين للأرشيف الوطني الأول في طرابلس والآخر في مكان لا يعلن عنه يلجأ إليه في حالات التزوير وفي وقت سابق أوقف النائب العام نحو تسعين ألف رقم وطني استفادوا من مخصصات الأسر والمرتبات وهو ما يعكس حجم التلاعب بالتركيبة السكانية ويطرح تساؤلا عن أي مدى يؤثر على مستقبل البلاد وهويتها ترجمة نانسي قنقر